أولا الموافقة على التباحث مع الجانب الجزائري في مجال البيئة ثانيا الموافقة على التباحث مع الجانب القرقستاني في مجال التقاعد ثالثا التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية الاتفية لتجنب الازدواج الضريبي رابعا التباحث مع كل من السويد وإيطاليا والمكسيك وكازاخستان في مجال تبادل الأخبار مع وكالة الأنباء السعودية خامسا انشاء وحدة تنظيمية بوزارة الإسكان بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة للتقطيط والدراسات والبرامج باسم الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني سادسا الموافقة على إضافة عبارة أو الجهات المستهدفة بالتخصيص بعد عبارة المنظمات الدولية أو الإقليمية وبعد عبارة لمنظمة دولية أو إقليمية المذكورة في لائحة الترقيات سابعا إلغاء الفقر الثنين من البند ثانيا من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ ليكون البند ثانيا بالنص الآتي يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء ثامنا وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي واحد ترقية أحمد بن علي الوادي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشر بالمدرية العامة لحرص الحدود اثنان ترقية الدكتور عبد الرحمن بن حسين الوزان إلى وظيفة وكيل الإمارة بالمرتبة الخامسة عشر في إمارة منطقة القصيم ثلاثة ترقية خالد بن عمر السدحان إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الداخلية أربعة ترقية الدكتور سلطان بن محمد الهزاع إلى وظيفة مستشار قضايا بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الداخلية خمسة ترقية سلطان بن محمد الطيار إلى وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشر في وزارة الداخلية واطلع مجلس الوزراء لعدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ووجه حيالها بما رأى شكرا شكرا